بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة الخامسة من نقد العقل الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا وهذه الحلقة تدور حول من هم أولو الأمر من أهل البيت طبعا نعتمد في قراءتنا لفكر الشيخ جواد التبريزي على كتاب له تحت عنوان الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نشر دار الصديقة الشهيدة ولجنة أم البنين الخيرية في الكويت الطبع الرابعة 1425 تحدثنا في الحلقات السابقة عن قيام الشيخ جواد التبريزي بتأويل القرآن والغلو بالنبي والأئمة واعتبار أن لهم ولاية تكوينية وهم يرزقون ويحيون ويميتون ولذلك يجوز التوسل بهم والاستغاث بهم كما يقول ولكن من هم أولو الأمر من أهل البيت كيف عرفهم هذا سؤال مفصلي مهم جدا إذ لا يمكن الحديث عن أهل البيت ومكانتهم في التكوين والتشريع إلا بعد تحديدهم بدقة وللقيام بهذه المهمة يقوم الشيخ جواد التبريزي والإمامية أموما ولكن نتحدث الآن عن الشيخ التبريزي يقوم بإضفاء طابع إلهي على أئمة أهل البيت فيرفعهم المستوى العلماء العاديين أو رواة الأحاديث مثلا الصادقين إلى مستوى قريب من النبوة اعتمادا على تأويل الأئمة أنفسهم أو ما ورد عنهم يعني أو لنفترض أنهم قالوا مثلا وهم أولوا القرآن في هذه الآية لآية لا ينالوا عهد الظالمين التي أجاب الله عز وجل النبي إبراهيم بها النبي إبراهيم الذي طلب الإمامة لذريته قال ومن ذريته بعد أن قال له الله أني جاعلك للناس إماما قالوا ومن ذريتي قال لا ينالوا عهد الظالمين ويقول التبريزي يستنتج في الحقيقة أن الأئمة هم ذرية إبراهيم غير الظالمين ويقول أن المرتبة العالية من الروح الإنسانية قد أعطيت لهم من قبل الله سبحانه بحيث يمتاز خلقهم وأصل نشأتهم عن خلق شائر الناس أصلا في الخلق هما يختلفون وذلك بعد ألم الله السابق على خلقهم بأنهم أهل لهذه المرتبة العليا حيث كان اصطفاؤه لهم لألمه سابقا بأنهم بأنه لو لم يعطيهم ذلك لكانوا ممتازين أيضا عن شائر الناس مطلقا أو بالإضافة إلى أهل زمانهم على أقل يعني ممتازين في الإنقياد والطاعة والبعد عن المعصية على اختلاف درجاتهم لهذا خصهم بهذا التفضيل كما هو مقتضاء الحكمة الإلهية هو يتكلم عن الحكمة الإلهية كان يعرفه يعني كرامة ولطفا لعباده المصطفين الأخيار ويفصح عن ذلك الإصطفاء جملة من الآيات والروايات كقوله سبحانه واحد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل أمران على العالمين اثنين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ثلاثة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أو مصطفين الأخيار أربعة ولقد اخترناهم على ألم على العالمين وبعد أن يثبت التبريزي مكانة المصطفين الأخيار من آل أمران الذين اختارهم الله على العالمين كما يقول أي أئمة أهل البيت يقوم بتلقي كل تأويلاتهم بلا نقاش تأويلات صادرة عنهم يعني والواردة إلينا حتى لو كانت تعسفية بما يعزز نظرية الإمامة الإلهية يعني صار دور باطل في الحقيقة يعني هو يعتمد على هذه الأحاديث التي تروى عن الأئمة بأنهم هم المصطفين الأخيار وبالتالي هم أدهم إمامة إلهية وبالتالي كلامهم صحيح مية بالمية فيأخذ كلامهم قبل أن يثبت إمامتهم من طريق مستقل خارجي فيروي عن أبي بصير أحد ترامذات أو أصحابهم الصادق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ماذا منهم أولي الأمر يعني فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام فقلت أن الناس يقولون فما باله لم يسمي علي وأهل بيته في كتاب الله عز وجل ليش ما صرحي عن الله فقال أبو عبد الله قولوا لهم أن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك ونزلت الزكاة ولم يسمي لهم من كل أربعين درهما درهم حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك ونزلت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ونزلت في علي والحسن والحسين فقال رسول الله في علي من كنت مولاه فعلي مولاه فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله أن لا يفرق بينهما حتى يردهما على الحوض فأعطاني ذلك وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم باب ضلالة فلو سكت رسول الله فلم يبين من أهل بيته لدعاها آل فلان وآل فلان ولكن الله أنزل في كتابه تصديقا لنبيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا فكان علي والحسن والحسين وفاطمة فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة ثم قال اللهم أن لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهلي وثقلي فقالت أم سلمة ألست من أهلك؟ قال إنك إلى خير ولكن هؤلاء أهلي وثقلي فلما قبض رسول الله كان علي أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله وإقامته للناس وأخذه بيده فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم يكن لي أفعل أن يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده إذن لقال الحسن والحسين إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيكم أو فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله كما بلغ فيك وأذهب عننا الرجل كما أذهب عنك يعني إذا كانت الآية عامة بدون من تحديد لقال هؤلاء ما قالوا فلما مضى علي كان الحسن أولى بهالك كبره هو أكبر من عنده يعني أكبر من الحسين فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله عز وجل يقول وأولي الأرحامي بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فيجعلها في ولده رغم هذه الآية يعني هو لم يجعلها في ولده ولم يستطع إذن لقال الحسين أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك وبلغ في رسول الله كما بلغ فيك وفي أبيك وأذهب الله عني الرجل كما أذهب عنك وعن أبيك فإذن الإمام الحسن لم يستطع أن يورث الإمام إلى أبنائه هكذا يقول الحديث هذا فلما صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه كما كان هو يدعي على أخيه الحسن وعلى أبيه ولو أراد أن يصرف الأمر عنه ولم يكن ليفعله ثم صارت حين أفضت إلى الحسين لما أفضت إلى الحسين الإمامة فجرى تأويل هذه الآية شوفوا التأويل كله يقوم على التأويل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم بكتاب الله ثم صارت صارت إذن في ما راحت إلى أبناء الحسن صارت في أبناء الحسين فقط ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين ثم صارت من بعد علي بن حسين إلى محمد بن علي ثم قال الرجت هو الشك والله لا نشك في ربنا أبدا هذه الرواية نقولها الشيخ التبريزي في صفحة 12 و13 من كتابه الأنوار الإلهية يرويه عن أبي عبد الله طبعا أنه بعد الباكر أيضا صارت في صادق يعني وهكذا تسلسلت ونزلت الإمامة في ذرية الحسين وابتعدت عن ذرية الحسن رغما الآيات الأولى كانت عامة ولكنها آية على آية على آية تأويل على تأويل على تأويل حصر الإمامة في ذرية الحسين وهذا كان طبعا ضمن الصراع بين البيوتات الحسنية والحسينية في إجعاء الإمامة أبناء الحسن كانوا يقولون نحن أيضا من أهل البيت ونحن كذا ونحن كذا فلماذا اختصت أبناء الحسين بكذا هو جاب لهم آيات وهذه الآية أنه الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله هي نازلة في الأرض بعدما كان المسلمون في البداية عندما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة النبي آخ بين كل مهاجر وأنصاري فكانوا يتوارثون بيناتهم لأنه ما كان فيه مسلمين كثيرين ولما انتشر الإسلام بين المهاجرين وعوائلهم والأنصار وعوائلهم الله أعاد قانون الأرث أنه الأرحام بعضهم أو لا ببعضهم في كتاب الله هنا الإمام الباكر الإمام الصادق كما يقول هذا الحديث المروي عنه والله أعلم أنه لا الإمامة مو الإمام حتى السياسية والدينية هي بالوراثة وقال الأرحام ببعضهم أو لا ببعضهم في كتاب الله وكما يلاحظ فإن هذه الرواية المزعومة على لسان الإمام الصادق لم تثبت عنه بطريقة مستقلة وهي مع ذلك لا تدل على شيء وإنما هي مجرد تأويل متعسف لبعض آيات الذكر الحكيم حيث تدعي نزول آية الطاعة في علي والحسن والحسين مع أن تتمة الآية تتحدث عن إمكانية النزاع مع أولي الأمر وتأمر بالرجوع إلى الله والرسول في تلك الحالة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني ما عدهم طاعة مطلقة ولكن هو غفل عن هذا القسم الآخر من الآية واعتبرها لا أنه مثل طاعة النبي وطاعة الله مما ينفي صفة الأسمة يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول هذا ينفي صفة الأسمة والإطلاق في الطاعة لأولي الأمر أنه ذلك طاعتهم مطلقة لازم نحنطيهم وهو ما تحاول الرواية أن تثبته لعيمة أهل البيت وتتضمن الرواية أيضا تأويلا لآية التطهير بمعنى الأسمة هي إرادة شريعية لنساء النبي هو جرها إلى أهل البيت الخمسة فقط ثم افترض الأسمة تكوينية ومع افتراض صحة هذا التأويل فإنه لا يعني الإمامة بصراحة ما فيه كلمة الإمامة وخلافة وكذا فضلا عن تحديد الأهل بأئمة معينين 12 مثلا من أهل البيت وهذا ما تعترف به الرواية التي تستعين بحديث منسوب إلى النبي يشرح من المقصود به في الآية أنه هذا الحسن الحسين كذا أو المام علي مثلا وبعد كل ذلك فإن الآية لا تشكل دليلا على الإمامة بالنص وإنما الأولوية كما تقول الرواية فلما قبض رسول الله هكذا نص الرواية كان علي أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله وإقامته للناس وأخذه بيده وتتضمن الرواية تأويلا ثالثا مكملا هو تأويل آية أولي الأرحام وهي واردة أساسا في الأرث ولكن المتحدث الذي يتكلم على الإسان الإمام الصادق أو الإمام الصادق نفسه نفترض يجرها إلى الإمامة والسياسة بالقوة ثم يدعي صيرورة الإمامة في علي بن حسين وابنه محمد الباكر وهذا ادعاء بلا دليل وحصر للإمامة في ذرية الحسين مقابل نفيها عن ذرية الحسن ولا تدعي ويؤول ويؤولها تأويلا تعسفيا معتمدا على بعض الروايات الواردة عن بعض الأئمة تأويل بعض الآيات فيقول واحد آية المباهلة دلت على أن علي نفس النبي ولا فرق بين الأئمة كلهم ولا فرق بين الأئمة كلهم أو كلهم نور واحد نعم ليس لعلي ولا ساعر الأئمة منصب الرسالة يعني بس باقي هاي يعتبر عنبياء يعني هو وبذلك كان النبي أفضل من علي والمراد من الرسالة في جوابنا الرسالة لنبينا الكاملة الخالدة وإلا مجرد مقام الرسالة والنبوة لا يوجب التقدم على منصب الإمام لا الإمام هي أعلى من الرسالة والنبوة يعني تأويل لآية أنه جعله كالناس إماما ثنيا المراد يقول الأمر الوارد في آية أطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول الأئمة المعصومين ويؤكده قرن الأمر بطاعتهم بالأمر بطاعة الله ورسوله مدام الله قرن الأمر بطاعتهم بطاعة الله ورسوله فإذن هم ذو المعصومين صاروا يؤكد أن المراد من هذا منها الآية للأئمة الولاية على الناس فيما يأمرون وينهون عنه إذ يقول الله أطيع الله وأطيع الرسول وأمر منكم وهم الأئمة على مذهب الشيعة ياشيعة إسماعيلية والأثنى عشرية حتى الإسماعيلية يقولون إذا استخدموا هذا المنطق يقولون هذه الآية تخص أئمتنا لأنه سلسلة فينا صحة ولم تصح فيكم ثلاثة وأما آية التطهير فإنها وإن كان شأن نزولها في الأنوار الخمسة فقط يعني إلا أن شمولها للأئمة الباقيين كيف سيجرها للأئمة الباقيين آية التطهير يقول لأجل ما ورد عنهم عنهم ورد عنهم أنهم داخلون تحت مدلولها وهم أعلم بالقرآن من غيرهم بل هم أدل القرآن فخلص فكلما يقولون فهو صحيح وكلما يؤولون فهو أيضا صحيح رغم أنه هذا كلام يعني دور منطق العصير دور منطقي باطل أنه كيف إحنا نصدقهم فيما يدعون أنهم مداخلون بهذه الآية فيجب أن نعرف من حديث آخر من آية أخرى من دليل آخر هو لا يفتقد لا يعرف هذا الدليل ويفتقده ولكن يقول لأجل الروايات وردت عنهم بدون أن نحقق لا في سندها ولا في ولا ينظر فيها هذا أيضا في 35 صفحة 162 163 وطبعا الفقرات السابقة التي قرأناها عليكم في صفحة 129 وصفحة 101 ويضيف الشيخ التبريزي يقول إذا دل دليل في مورد خاص على تخصيص أهل البيت بجماعة خاصة أخذنا به يعني مو كل أهل البيت مو كل أبناء علي مو كل أبناء الحسين مو كل أبناء المام الصادق إنما سلالة معينة وعدد محدود فقط يقول إحنا أدلة أخرى خاصة يعني كما وردت الروايات الكثيرة ومنها حديث الكساء على أن المراد من أهل البيت في آية التطهير هم علي وفاطمة والحسن والحسين ومن هذه الروايات وقوف النبي مدة ستة أشهر على بيت علي وفاطمة وهو يقرأ هذه الآية الكريمة على الباب وظاهره إعلام الناس أن هذه الآية نزلت فيهم وكذلك آية المباهلة ففيها تشمل كلمة نساءنا الزوجات إلا أن النبي لم يأخذ معه إلا فاطمة الزهراء ونساءنا ونساؤكم يقول يعني إذا يتشمل حتى نساء النبي ولكن مدام أخذ فاطمة فقط فمعناته أنه ما تشمل بقية النساء ويلاحظ هذا طبعا في 173 و174 إلى 174 ويلاحظ منهج التأويل التعسفي الذي يتبعه الشيخ جواد التبريزي في الاستدلال بهذه الآيات الثلاث على إمامة الأعمة من أهل البيت في أدة نواحن فقد استدل بآية المباهلة على إمامة علي وأبنائه بالرغم من أن الآية لا تتحدث عن الإمام أصلا لا من قريب ولا بعيد وإنما تتحدث عن استعداد النبي الأكرم للمباهلة مع النصارى بأقرب الناس إليه هم يعني بنت فاطمة وأحفاده وإمام علي فمن حاجك من بعد بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ونجعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما بي حديث عن الإمامة ولا حديث في مسألة مباهلة فقط ولكن التبريزي أكحم مفهوم الإمامة فيها وقال ولا فرق بين الأعمة كلهم نورا واحد ومن ردخل بقية الأعمة في هذه الآية وقال مجرد مقام الرسالة والنبوة لا يجب التقدم على منصب الإمامة كما رأينا قبل قليل وكل ذلك بناء على خلفياته شيخ التبريزي خلفيات التبريزي الفكرية المسبقة عن الإمامة وكونها أعظم من النبوة ويلاحظ منهج التأويل التعسفي في استدلاله بالآية الثانية آية الطاعة حيث اعتبر طاعة الأئمة المعصومين كطاعة الله ورسوله وأغمض عينيه عن الجزء التالي من الآية الذي ينسف مقارنة طاعة إلى الأمر بطاعة الله والرسول والذي يأمر بالرد إلى الله والرسول لدى التنازع مع أولي الأمر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يعني مطاعة مطلقة إذن ولكن التبريزي لا يستطيع التحرر من التقليد الأعمى لتفسير الشيعة الإمامية السابقين لآية الطاعة وبالرغم من أن آية التطهير إنما يريد الله يذهب عنكم مريسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا تأتي ضمن مجموعة آيات تخاطب نساء النبي إلا أن التبريزي يخرجها من سياقها ويحذف نساء النبي منها ويسقطها على الأنوار الخمسة كما يقول أي النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين بناء على حديث ورد عن بعض الأئمة كالباقرة والصادق ويوسعها لتشمل بقية الأئمة منها يطلع نساء النبي ومنها يدخل بقية الأئمة في هذه الآية بقية الأئمة الاثنى عشر يعني بصورة تحسفية لماذا كما يقول لأجل ما ورد عنهم أنهم داخلون تحت مدلولها وهم أعلم بالقرآن من غيرهم بل هم أدل القرآن هنا ادعاء ادعاء وتأويل تحسفية لا يمكن أن نقبل هذا كلام حتى لو صدر فعلا من الإمام الباكر والصادق إلا أن نطالبه بالدليل على أن كلامه هو من كلام الله تعالى وهذا نوع من الدور الباطل يتم فيه الاستدلال على إمامة أهل البيت بأحاديث واردة عنهم أنفسهم وليس بصورة مستقلة خارجية كآية واضحة صريحة في القرآن الكريم نكتفي إلى هنا بهذا المقدار وسوف نتحدث عن ألم الأئمة والولاية التشريعية في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته